تعالج السبب في البداية يعني دعنا مشاكل في الأنيميا بنعالج الأنيميا دعنا مشاكل Prepare to the enemy تعالج المشكل لدينا مشاكل مثلا في silent ويجب أن نوجهها على الطبيب المختص بالمرض يعالج المرض وبعد ذلك نبدأ نرى البرتوكولي لعلاجي الخاص بهم هل هذه العلاجات للنحافة عموماً؟ أو يوجد علاجات أخرى إذا كان في آنيميا؟ أو عالج الأنيميا إذا كان في أي مرض؟ نحن نريد أن نوجه للمرض نتكلم عن البرتوكولي العلاجي نتكلم عن البرتوكولي العلاجي سواء كانت هذه الأسباب أو هذه الأسباب نجد أن نوجه الحالة أننا نريح الأعصاب إحنا قلنا مريض النحافة غالباً وهتلاقي الموضوع ده حتى اللي بيجولنا في الهيادة هتلاقوه طلبة السنوية يا دكتور أنا خسيت بشكل كبير في السن ده أنا في السنوية ومش عارف أعمل إيه وشوف الحال يا دكتور مرحلة الشباب ليه بقى؟ ليه بقى؟ لهم هي بتفكر كتير بيجي لها قلق بيجي لها توتر بيحصل لها كتئاب بسبب التفكير الضغط النفسي طبعاً يجب أن نعالج الضغط النفسي في البداية نشوف ما هي المشكلة لمعالجة الضغط النفسي من خلال أن نحن نعلي فيتامينات بتريح الأعصاب نعلي أملاح بتريح الأعصاب ما هي الفيتامينات مثل؟ فيتامين دال وفيتامين بي 6 فيتامين دال وفيتامين بي 6 دي ضمن الفيتامينات اللي بتهدي الأعصاب يعني نحن عايزين أن تبقى أي ريلاكس خالص إن السنواء دي بالنسبة لي يكون شيء عادي ودي كده النقطة الأولى نحن نرايح على فيتامين بي 6 وفيتامين دال فيتامين دال دا بي موجود فين؟ فيتامين دال دا بشكل رئيسي طبعاً هو المصدر الرئيسي له أشياء الشمس أشياء الشمس نحن في الخدام كده المخرج بشير لي أنه وقت الفغر ينتهى لكن ممكن تؤدي الحاجات النهائية الحاجات النهائية، العلاجات السريعة نحن دلوقتي نريد فيتامينات فيتامين دال وفيتامين بي 6 نريد أملاح الكالسام بالماغنسيوم لأن غالباً يكون لديهم نص كبير جداً فيه ما هي الوجبة المقترحة لكي يكون بشكل سريع الناس تستفيد؟ ما هي المشروبات السريعة التي نشربها تفتح لنا الشهية شوية؟ المشروبات السريعة مشروب الكراوية اليمسون البابون الحلبة ناخدها بعد كل وجبة نحاول ننوع ما بينهم الوجبة المقترحة الثانية نحن ممكن بليلة باللبن ناخد وجبة بليلة باللبن بعد الوجبات ممكن ناخد لبن ونحط عليه شوية مكسرات ونحط عليه مثلاً سبعة تمرات صباحاً كل يوم ديت هتحصل لهم الحالة المزاجية هتنشط لهم الدورة الدموية هتخليهم في حالة نفسية تكاد تكون كويسة ترايح لهم أعصابهم سيكون ريلاكس أحسن ونستطيع أن نحاول المشكلة بشكل أسهل طيب جميل أنا شكر لك جداً دكتور أحمد أعطية دهشان استشاري التغذية العلاجية شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم إن شاء الله رب العالمين نتكلم بشكل مستق يعني نعمل الحلقة كده بشكل خاص عن العلاجات النحافة وزي يعسب السهورات الحرارية لنفسي وزي أن أعد نظام غزائي لنفسي حاجات ديات مهمة جداً نحن نوعي الناس فيها إن شاء الله شكراً لكم شكراً لكم ومشاهدنا الكريم بالتأكيد هذه النصائح يجب أن نعمل بها وحاجات مهمة جداً عن النحافة والتغذية العلاجية كان ضيفنا دكتور أحمد عطية دهشان استشاري التغذية العلاجية والتدمين هنكون معكم إن شاء الله في فغرات مختلفة عبر الشراق العالمي دائماً يكونوا معنا